موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح حديثنا اليوم في حلقة هامة جدا ويمكن كتير من شعبنا العربي يسوع فهم هذه الآية وهذه الآية أو الموضوع هي آية من إنجيل يحنى الإصاحي الأول وخلينا أقتبس الآية مثل ما هي لأنه رح نتكلم عن الآية وفي الغد يحنى واحد آية 29 وفي الغد نظر يحنى يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يقع خطية العالم وتتكرر الآية في آية 35 و36 وفي الغد أيضا كان يحنى واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله حديثنا أحبائي رح تكون عن هو ذا حمل الله فما هو مفهوم هذه الكلمة ولماذا يطلق الكتاب المقدس على يسوع أنه حمل حمل الله ولربما العديد من شعبنا لا يستسيغ هذه الكلمة ولكن ما معناها وما هو هدفها وتأثيرها وطبيعتها أيضا طبعا في مادة كبيرة في هذه الحلقة رح نلقي الضوء على هذا الموضوع سواء من العهد القديم والعهد الجديد أيضا فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحباء المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وموضوع حديثنا في هذه الحلقة من يحنى واحد آية 29 هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يصرني أن أستضيف لأول مرة أخ عزيز وصديق قديم حاولنا نستضيفه عدة مرات ولكن التوقيت ما زبط فشرف وامتياز كبير أقدم الدكتور فايز فؤاد هو خادم للإنجيل مؤلف كتب عديدة وخادم متجول أيضا بيخدم الرب يسوع في مصر وخارج مصر في بلاد عديدة من هذا العالم أهلا وسهلا أخ فايز أخيرا زبط زبطت وهذا شرف كبير 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 أخ فايز أنه تكون معنا في هذه الحلقة شرف لي أنا أول موضوع الحلقة هي آية ذكرها يحنى المعمدان كان يعمد الناس في نهر الأردن ووجه أنظار الناس إلى يسوع بهذا القول هو ذا حمل الله فإذا ممكن يعني تعطينا بس فكرة عن سياق الحديث ومفهوم حمل الله حتى انخوض في الموضوع طيب أنا لاحظت وحضرتك بتقرأ لأول مرة أن هم كان بيوجه يحنى المعمدان كلامه لتلاميذه نعم وتلاميذه ناس متدينين من الشعب القديم منتظرين المسية وبيعمدهم مع مضية الطوبة لمغفرة الخطايا وقال لهم الملك جاي والملك حيملك على خطاة تائبين فهو بيتكلم ناس عندهم خلفية من العهد القديم ومنتظرين المسية اللي جاي فأول مقال في أول يوم هو ذا حمل الله الذي يرفق خطيط العالم وده كان بيوجه النظر إلى العمل اللي حيعمله هذا الشخص المعني وتاني يوم قال هو ذا حمل الله كان بيوجه الأنزال لشخصه مش لعمله التلاميذ ما سألهش يعني إيه حمل الله يعني تقصد بإيه حمل الله يعني إيه شخص بتشاور عليه وتقول هو ذا حمل الله ما سألوش يبقى هم عارفين ماذا يعنيه حمل الله إذن الفكرة الخلفية العبرية طبعا معروفة إذن ده فكر قديم فكر كتابي وفكر كتابي يعني إذا كان في خروج 22 ده من قبل كده كمان لكن خلينا في تكوين 22 لما الأب خد ابنه وحيقدمه على جبل المرية وبعدين صاروا الأب والابن إبراهيم وسحاء لمدة ثلاثة أيام ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث أبصر الموضع معين من بعيد فترك الغلامين وقال لهم هنصعد أنا أو الغلام نسجد ونرجع نسجد ونرجع وبعدين ابنه سأله قال له يا أبي قال له أنا زي ابني قال له قادي النار وقادي الحطب فين الخروف فين أين الخروف للمحرقة يبقى إذن كان معروف أن الأمر يحتاج خروف حمل فالأب رد إجابة روعة قال له يا ابني يا ابني الله يرى لنفسه بروفايد هم سيلف الخروف لنفسه هو بقى ما عرفش هو حيلاقيه لنفسه ولما طلعه على الجبل وتحطت السحاء على المسبح أكاد إيدي الأب امتدت هتدبح هو دبح فعلا لكن رب قال له بس يا ابراهيم بس لي قال له أمال بتعمل فيها كده أنا بتخيل المنظر بتخيل الأب وطبع عملت فيها كده يا رب أنا بقى لي ثلاث يام ابني مدبوح في نظري قال له أصلا يا ابراهيم بتخيل أنا كنت بمثل قدام عيني بشوف صورة لابني لما حييجي ويتقدم على الصليب طب ما تسيبني أكمل قال له ابنك ما ينفعش يا ابراهيم ابننا اللي حينفع بس دي صورة وحواليك صورة كمان كابشون ممسك في الغابة بقرنيه يفدي إسحاء يفدي إسحاء وإسحاء ينزل والصورة كاملة بتتكلم عن شخص يأتي يتحط على مزبح يفدي يغير فإذن فكرة قديم نعم والرسول بولوس لما أراد يحكي عن الموضوع قال آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة يعني قلبيا هو دبح لأنه هم يعني فعلا عاوز يدبح فالرب شاف قلب وقال له خلاص خلاص مدش إيدك لأن مش إسحاء يا ابراهيم اللي حي داي بس صورة رمزية أنا بتساميها تصبيرة كأن الله الله بيشوف صورة لابنه لما حييجي في ملء الزمان بيشبع بيها والعهد القديم ألبوم صور لينا بس اللي لقاء بيتفرج على ابنه اللي حييجي في ملء الزمان ويتمم عمل في ده فإذن الفكر لو تتبعناه دي حاجة من سفر التكوين أصحح ثلاثة لما دخلت الخطيئة والله صنعة مش خلقة أخمسة من جلد لا صنعة هي تفرق معاكم صنعة ولا خلقة لا تفرق كتير قوي لأنه لو خلق يخلق الربنا يخلق يقول كلمة يجيب جلد ليكن جلد لو خلق لكنه صنعة صنعة من جلد كان موجودا بالفعل فمن أين هذا الجلد أولا قبل الطفان لم يكن مسموحا بأكل زباق حيوانية فما فيش دبي حد دبحت في الجنة عشان تتاكل ولم يكن مسموحا بالافتراص قبل دخول القطية فإذا ما فيش حد افتراص حد عشان أمل إيه الحكاية الحكاية أن الرب نفهم أنه قدم زبيحة دموية عشان يحل بيها مشكلة آدم ومشكلة الخطية لأنه كان مفروض آدم يموت ما ماتش ما ماتش ليه ما ماتش لأنه فيه بدين المات منين زبيحة قدمت زبيحة دموية والرب قدمها وآدم اكتسب جلدها فعمال له كفر أو ستر وكمان الزبيحة قدمت طردية لله فدي بداية الخيط بداية الخيط اللي ياخدنا نمشي وراء فكرة زبيحة تقدم وفكرة الحمل اللي يقدم يروح زهبة حمل طاهر خاضع صامت مضحي في تمام الخضوع يروح عشان يحل المشكلة بهاي الحالة معناته خلينا شو رأيك نأخذ يعني زي جولة لأنه الكتاب يتكلم عن الحمل حتى قبل خطية آدم وحواء فخلينا نبتد من الأزل يعني طبعا فهمنا محدود في هذا الموضوع ولكن أدركنا أنه كانت في فكر الله في العهد الجديد وبعدين من روح في جولة يعني بالعهد القديم نتكلم عن الذبائح في الأزل رسالة بطس الرسول الأولى الأصحي الأول لما الرب بيكلم الشعب عن بيقول لهم أفتديتهم لأنكم أفتديتهم نعم لا بأشياء تفنى بفضة أو تهاب من سيراتكم البطلة التي تقلطتموها من الأباء أما الأفتدهم بإيه أفتديتهم بدم كريم دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس مين دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم يعني قبل ما يكون فيه عالم قبل حتى ما تدخل الخطيئة الرب لم يفاجأ بشيء الله لا يفاجأ بشيء الله كلي العلم من الأزل عارف أن الخطيئة ستدخل وسمح وما كانتش فيه هو اللي رتب لدخول الخطيئة لكن سمح بيها لأنه سيطلع منها خير كتير قوي فكان الحل موجود موجود عنده من الأزل الحمل الكريم اللي ما فوش عيب يعني وانت بتتكلم رح ذهني مباشرة وأكيد يعني انت عارف الموضوع مكتوب في عبرانيين 9 آية 12 وليس بدم التيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا بعدين بيتكلم عن المقارن بس إذا ممكن تضح لنا اللي هي في الأزل تفاجأ في الموضوع ما تروحوا للمسيح فكأن كل حاجة بتزقنا ان احنا نروح نحتمي في دم الحمل اللي قدم نفسه والفكر لم تفاجأ لما نمسك الخيط من أول سفر التكوين إلى سفر الرؤية فكرة الزبيحة الكاملة الكافية التي تقدم مرة واحدة وتقبل وإلى الأبد وترضي الله وتنهي غضبه وتجعل الله بارا وهو يبرر الفاجر الله يبقى بار وهو بيبرر الفاجر لأن الزبيحة دي أشبعته تماما وأنهت غضبه وسددت مطاليبه وعوضت عن الإساءة ده فكرة يملأ الكتاب كله أكيد وطبعا هون بالحالة التانية خلينا نقول مندخل الزمن الزمن مثل ما حضرتك ذكرت أنه موجود في التكوين أنه الله صنع أقمصة من جلب وإزاي كيف يعني صنع لازم يكون في ذبيحة وهو نقدم أو أعطى الوعد ما يسمى الوعد المسياني عن يسوع المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان ويسحق رأس الحية تمام فقدم لنا في التكوين ثلاثة أول إعلان أن حل مشكلة الخطية وحل مشكلة أن الإنسان اللي أخطأ بقى متجنب عن حيات الله فكيف يمكن أنه إدم مرة تانية يقترب إلى الله ويكون في علاقة وشركة معاه على الحل زبيحة دموية بس زبيحة دموية لا ما تكفيش زبيحة دموية أمال إيه يأتي تدرج في الإعلان في أصحاح أربعة أن قيين درجة متدين وكان أسبق في محاولته للإقتراب إلى الله من هبيل يعني إحنا لو حنحكم لده راجل بتاع ربنا ده راجل يا أخي ده راجل شوفه عايز يرضي ربنا راجل شايان وتعبان ومن عرق جبينه وبيقدم من أصمار الأرض وصمارها عايزين من تاني أنت نسيت اللعنة نسيت أن الأرض دي ملعونة نسيت أن الأرض دي ملعونة وربنا ما بيولش من حاجة أمال إيه اللي عايز يقترب من الله مش يقلف يعني يشوف ربنا طالب إيه ويعمل لربنا عايزه فالإعلان مش زبيحة دموية أبوه وامو قالوله إيه أنا بتصور خارج جنة يا بقى إيه اللي أنت لابسه ده مالدني إيه إيه الجو حلو مفيش اختلاف فصول إلا بعد الطفاة الجو حلو إنت ليه مكتسب بجلد قال له يا ابني ما هي بدولة الزبيحة والجلد ده ما نقدرش نقرب من ربنا فربنا طلب زبيحة دموية بدون سفك دم لتحصل مغرفة وبعدين رح حط إعلان جديد لهبيل النهبيل قدمه من أبكار غنامه ومن سمانه أبكار البكر في الكتاب لا تعني الوجود الأسبقية في الزمان لكن تعني الأفضلية في المكانة الأفضلية في المكانة الشخص أو حاجة لها مكانة السماء أفضل ما عنده فإحنا عايزين زبيحة دموية بس لها مكانة سمية بس لا ومن سمانها يعني سمينة الزبيحة اللي فيها عيب تبقى ضعيفة هزيلة لكن لو الزبيحة سمينة يبقى ما فيهش عيب فإحنا عايزين زبيحة دموية لها مكانة سمية ما فيهش عيب ماشي طيب لما نوصل لتكوين بعد الطفان ورغم أن نوح بنى مسبح وقدم زبائح شكلها إيه زبائح دموية بس كمان طهرة وقدم من طيور السماء فيضاف إعلان جديد الزبيحة يجب أن تكون دموية فيها دم يجب أن تكون لها مكانة سمية أو فضلة يجب أن تكون بلعيب يجب أن تكون طهرة يجب أن تكون سموية بس كده لأ تكوين 22 يكمل الصورة مع إبراهيم مع إبراهيم مع إبراهيم ما نفعش حيوان فإذن فيه تسلسل يعني ابتدى من يعني الأزل وبعدين في الزمن ابتدأت في تكوين ثلاثة مع آدم وبعدين هبيل ومنشوف في نوح تمام أو وبعدين منشوف في إبراهيم في التكوين 22 تمام وبعدين بعد فترة منقرأ عن موسى عن موسى في حروب طبعا يعني لما نتكلم عن إبراهيم طبعا إحنا نتكلم على الآباء يعني إبراهيم إسحاق ويعقوب كمان كانوا يقدموا زبائح يقدموا الزبائح الدموية صحيحة ما فيها شعيد بس في ذهنهم في ذهنهم أن مش الزبائح الدموية مش هتكفي ده لازم يكون إنسان لازم يكون ابن لازم يكون وحيد لأبيه لازم يكون موضوع مصرّة أبيه لازم يكون موضوع الدحكة والفرحة في بيت أبيه ومش بس كده أبيه يقدمه أوكي وضح الفكرة يعني خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وصعده ليه محرقة على أحد الجبال التي أنا أريك طب ما تاخده أنت وتموته ما أنت أنا أقدم ابني أقدم ابني ليه طب ما أيوب لما ربنا سمح إن ولاده يموته قال للرب أعطى والرب أخذ فأنت هتاخد ابني أنا مقدرش هتباح ابني أنت أخده أنت واتباحه أنت موته وأنا برضو حقول الرب أعطى والرب أخذ لا يا إبراهيم أنا عايزك أنت تتباحه لي إه ما أقدرش صعبة أيها صعبة لأن أبي أبي يقدم ابنه صعبة ودي صورة الأب تاني وابني تاني الأب الذي أعطى ابنه لم يشفق الله على ابنه وهو اللي قدامه هو اليهود اللي خدوه هما اليهود اللي دبحوا المسيح آه بأيدي أسمة لكن الله لم يشفق على ابنه أنا ليش عم بكرر السؤال لأنه إحنا في مجتمع شرقي وطبعا موضوع الذبائح يعني مش بس في الكتاب حتى في العداد الشرقية في المصالحة وفي العهد وإلى آخره في دايما ذبيحة ولكن المصدر هو مصدر إلهي وكتابي يعني موجودة بالتسلسل ومثل ما ذكرت يعني في إعلان بالتدرج عن هذا الموضوع ولكن كانت تقدم بالإيمان أكيد يعني لما كان يحط إيده على رأس الذبيح عم بقدم بالإيمان على أساس في ذبيح تاني رح يكون مكانه وبديل عنه تمام هو الله في التوقيت طلب دي فأنا بقدم الزبيحة زي ما ربنا قال لي بس ربنا شايف حد تاني شايف شخص تاني زي ما تعودنا نقول حضرتك بتقدم في البنك حتة ورقة كده حتة ورقة مكتوب عليها دي الورقة دي بمئة دولار الورقة دي بمئة دولار انت دي واحد تقول أه بس البنك شايفها لها قيمة لها رصيد دهب في البنك فأحنا كانوا بيقدموا زبيحة دموية حيوانية بس الأب بعينه على ابن الله اللي كان معروف صابقا قبل تأسيس العالم فبيقبل الزبيحة الدموية دي على حساب الزبيحة اللي حتأتي في ملء الزم الله بروفايد همسيلف الرب يرى يرى هو يرئيب في اللغة العبرية ولكن صار في فترة زمنية إلى أيام موسى برضو رجع الرب بيطلب من موسى بيتكلم عن خروف خروف فصح خروف الفصح تمام اتفضل خروف الفصح يعني اللي يقرأ الكتاب يعني يندهش خروف فصح يتاخد في اليوم العيش ويتحط مش تحت الفحص تحت الحفظ لليوم الاربع عشر وبعدين في اليوم الاربع عشر يسبحوا كل جمهور إسرائيل في العشية ويرش الدم على القائمتين والعتبة وانت ما تعرفش اللي بره بيحصل ايه مش هتقدر تقدم تقدر قيمة الدم الله هيقدر قيمة الدم بس انت وانت جوه البيوت المرشوشة بالدم تتغزى على الحمل اللحمة المشوية وتكلها على عشاب مر ايه الصورة دي؟ الصورة دي حمل يتاخد في اليوم العيش لغاية اليوم الاربع عشر حمل صحيح طبعا كامل بلا عيب بلا عيب مفوش عيب يتاخد في اليوم العيش لليوم الاربع عشر دولا تلات يام وجزء من اليوم الرابع دي صورة للمسيح اللي دخل في ملء الزمان وصار إنسانا واظهرها للخدمة وخدم لمدة تلات سنين وجزء من السنة الرابعة وإيه رأيكم في اللي شفتوه في المسيح إيه رأيكم في الجمال والكمال المطلق إيه رأيكم في الحلاوة تعرفوا تقيموه لا طب ما تسيب الأبي قيم ويشهد عنه وهذا هو هذا هو ابن الحبيب الذي بيوصل مرة في بداية خدمته ومرة في نهاية خدمته مرة في المعمودية ومرة ونفوش عيب خالص طب واللي فحصه شوف مين فحص مثلاً لما جم يصلبوه حد يمسك عليه غلطة حد يمسك عليه غلطة طب يسأل بلاطس طب يسأل هيرودس أنتيباس طب يسأل امرأة بلاطس طب يسأل قائد المئة طب يسأل اللي رحوا يمسكوه مرة وقالوا لما يتكلم اللص التائب واللص التائب لا اسأل الشيطان نفسه أنا مش عايز شهادة الشيطان ما تلزمنيش بس عايز أسمحها قال قال إني عارفك من أنت قدوس الله صلى الله معرفتش تمشي عليك ولا تعلم عليه لا معرفش ربعيات أجور ابن مطقية مسا لما يتكلم عن المسيح طريق نصر في السماوات دي صورة لتجسد النصر هو المسيح مش يجيه على الأرض معقولة نصر يمشي على الأرض دي عجوبة اللي يمشي على الأرض الكاتاكيت والفراخ النصر يمشي على الأرض وبعدين طريق حية على صخرة صمحة للحية القديمة أن تجربوا في البرية إحنا لما الشيطان يجربنا يعلم علينا كلنا لأننا منطراب إنما الصخرة لما الحية تمشي على الصخرة لما تعلمش طريق حية على الصخرة ما علمتش عليه يقف المسيح يتحدى من حقه يتحدى ويقول من منكم يبكتني على خطية هد يفتح بقه حمل صحيح ما فيوش عيب قولوا لي مين في الكون كله في البشر ينطبخ عليه هذا الكلام مين لا هو طبعا الكامل الكمال ربن يسوع المسيح فإذا موضوع الذبيحة هو موضوع الخلاص يعني فالموضوع هو مبادرة إلهية يعني الله هو اللي بادر في الموضوع هذا من لاحظه لحتى يعني حتى في موسى يعني لما لما خرج الشعب طبعا من أرض العبودية وبعدين طلب منه الرب طلب منه الرب أنه يصنع خيمة عشان يسكن فيها وعلى طول ابتدى يتكلم عن موضوع الذباح في سفر اللويين تمام منشوف فيه كده اسم لذبايح عديدة المحرقة السلامة الخطية الإثم يعني ذبايح كتيرة ذبايح الأعياد العهد منشوف أنه كثرة هذه الذبايح كلها كان إلها إشارات ورموز ليسوع المسيح تمام يعني يعني مثلا في بداية سفر اللويين يكلمنا عن أربع ذبايح المحرقة زبيحة السلامة زبيحة الخطية زبيحة الإثم وبعدين في أصحاح 2 يتكلم عن تقدمة الدي تقدمة الدي باختصار بتتكلم عن إنسانية المسيح الإنسان يسوع المسيح لو إنسان يسوع المسيح بس جيه ومشي على الأرض هنا 30 سنة 300 سنة 3000 سنة يقولي أصلا خايدا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس أي وقت يحب يرجع يرجع للسماء تتفتح له وترحب بي أهلا وسلم بس يدخل واحده يخرج واحده بس هو عايز يحللنا مشكلتنا وياخدنا معاه اللي يؤمنوا بي يعني فيبقى لازم يموت فموتوا مشبه بزبائح أيضا في المحرقة ده نصيب الله من زبيحة المسيح المسيح كمان مات اللي كان يشبع قلب الله ويرضيه هذه الزبيحة هي الزبيحة الوحيدة اللي ما كان الكهن يأكلوا لحمة كان يغسلوها يقطعوها يغسلوها يحطوا كل الزبيحة على وكلها للراء فيشتم الله رائحة الصرور والرداء ويرضى على مقدمها يحط ييده اللي هيقدمها ييده على رأس المحرقة تنتقل كمالات المحرقة الله يعتبر كده إلى مقدمها وهي تروح تتشوي وبعدين زبيحة خطية المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطية الأصلية الأسام المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطايا الفعلية زبيحة السلامة المسيح كمان مات لكي يثبتنا في علاقة شركة مع الأب ومع ابنه وعلاقة شركة بعضنا مع بعض أساسها موت المسيح لأن دي زبيحة كان مقدمها وكل العائلة الكهنوتية تأكل منها فجوانب متعددة لزبيحة المسيح بس الفكر اللي يملأ قال زهن الرب حمل زبيحة كمالة كل الرموز دي صوة متعددة لأن مش معقولة رمز يفي بالحديث عن الحقيقة فالحقيقة محتاجة أوجه كتيرا كانت زلال كمان لغاية ما جي المسيح تمت فيه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يتأخذ في اليوم العاشر بحسب خروج 12 لليوم الـ 14 وبعدين يصبح بين العشاقين والدم يرش ايه الجمال ده ايه الروحة دي فإذا منشوف في تسلسل وتدرج في الإعلانات الإلهية من ناحية الدبائح شفنا أنه الله أعد الفداء ورتبه بترتيبه الإلهة عقل الصعب يستوعب ولكن محبة الله كله اللي فعلت هذا من قبل ما يخلق آدم وحواء فإذا خطية آدم لم تكن مفاجعة بعدين شفنا أنه آدم يعني في ذبيحة في آدم في هبيل في نوح في إبراهيم في الأباء طبعا بيتكلم وبعدين نشوف بعد فترة زمنية موسى خروف الفصح والذبائح اللي الله يعني أمر شعب إسرائيل بحسب المناسبات والأعياد والآخرة ذبائح كلها متعددة كل هذه الذبائح ترمز ليسوع المسيح السؤال في مجتمع احنا عايشين اليوم طبعا بقولك الكتاب المقدس فيه دم فالسؤال ليه الله اخترى طريق الدم في فداء الإنسان لأن بدون سفك تأمي لتحصل مغفرة ليه برضو لأن الدم فيه نفس الإنسان حياة الإنسان فواحد هيقدم حياته هيقدم حياته إزاي إلا لما يصفك دمه دي الفكرة اللي الله كانت تملأ فكرة وهل إحنا بنخيص بمفاهمنا البشرية؟ هل إحنا نرسم طريق لله يمشي عليه؟ ولا إحنا ملزمين أن إحنا نتحكم بالطريقة اللي أقدمها ربنا؟ لا والتفاصيل اللي ذكرتها يعني أنه لازم يكون بكر ولازم يتكون كاملة بلعب ولازم يتكون طاهرة وذكرت أشياء كثيرة بس من ضمن التفاصيل خليني أطبع على شخص الرب هتولي زبيح اللي كنت عاوز أقوله أنه حتى في العهد القديم يعني حتى التفاصيل في موضوع الزبيحة تفاصيل كثيرة حتى عم بيتكلم عن الزبيحة لأن حياة النفس هي في الدم ومشان هيك مش لازم يعني تقتل الذبيحة لازم تدبح وهنا أجد فكرة الكشير أو الكوشر نحن نقول عنها الكلمة العبرية بشكل سريع اللي أجد منها الكلمة العربية الحلال يعني لازم تدبح الذبيحة لازم تدبح والدم يسيح يعني الدم يعني ممنوع توكل دم الذبيحة فحتى التفاصيل الدقيقة والصغيرة الكتاب عم بيتكلم عنها يعني لو حبيت أطبق أنا عايز زبيحة هتولي زبيحة بس هتولي الشروط دي عايزها دموية عايزها ما فيهاش عيب مين اللي ما فيهاش عيب إلا المسيحة اللي ثلاث مرات لم لم يعرف لم يفعل لم تكن فيه وكمان لها مكانة سامية بكر لها مكانة سامية مين يتقال عنه صاحب الأفضلية في الكتاب بكر كل خليقة وبعدين هتهالي طهرة طهرة وهتهالي سماوية مطموز إليها بالطير سماوي وهتهالي ابن وحيد لأبي موضوع محبة أبي موضوع الفرحة في بيته أمثال تمانية موضوع الفرحة في بيته وهتهالي يتاخد في اليوم العشر وهتهالي فين الكلام ده؟ هو الكلام ده رص طوب ولا كلام لازم يعني قولي الألباب يقروا واستعقلوا رح نكمل في هذا الموضوع في العهد الجديد بس بحب بعطي فرصة لكل مشاهد يمكن الموضوع أثار تساؤل معين في ذهنك ليه المسيحيين بيتكلموا عن الذبائح أو الذبيحة أن المسيح ذبح لأجلنا مثلا أو المسيح فصحنا هذا التعبير اللي بنستخدمها دايما تسمعها بشكل مستمر على التيفي على التلفزيون أو في صفحات السوشال ميديا هي كلها مرجعها على فكرة من الكتاب المقدس فبكل سرور الرقم الهاتف موجود أمامك فيك تتواصل عن طريق السوشال ميديا أو تشاهدنا حتى مباشرة وعلى طول من حب دايما نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور حديثنا عن هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وضيف حلقتنا أخ عزيز ومبارك دكتور فايز فؤاد أهلا وسهلا أخ فايز طبعا يعني مش عارف كيف بدأ أعبر لك موضوع كبير طبعا موضوع ضخم موضوع الكتاب المقدس كله كله وبحس أنه عم نحن منعطي زي بسموه في الإنجليزي بولتز رصاصاتي كسريعة فأحنا منتكلم عن ذبيحة المسيح من الأزل فتديتهم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حامل بلا عيب ولا دمنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر في الأزمن الأخيرة من أجلكم بعدين دخلنا الزمن الزمن آدم وحواء أخطأ وعصر رب والرب أخذ المبادرة أنه يدبر فكرة الذبيحة وبعدين ابتدأت تنتقل من شخص إلى شخص شفناها في هبيل وكيف أن الله قبل هبيل وذبيحته شفناها في نوح قدم دبائح طاهرة شفناها في إبراهيم والأباء وطبعا خروف الفصح والذبائح اللي تكلم عنها في شريعة يعني وصلنا الشريعة نموس موسى ولكن لما يحنى كان يعمد قال هو وذأ حامل الله الذي يرفع خطية العالم وبعد شوي منشوف وكأنه بيحكي لتلاميزه أنا يعني هو ذا حامل الله اللي أنا حكي تلكه عنه هذا الشخص اللي أنا شاركه هو بنفسه هو حمل الله تفضل يعني كأن يحنى بيجيب على سؤال إسحاق لابو أين الخروف للمحرقة؟ والسؤال تردت صداه على مدى ألاف السنين أين الخروف؟ أين الخروف؟ فين الخروف؟ معقولة الخروف اللي يقدم على المزبح محرقة أو زبيحة خطية أو زي معقولة هو ده لا دي صور دي رموز فين الحقيقة؟ أنا بحب أقول أن ابن حضرتك بسافر برا فلما ابن حضرتك غايب أنت بتجيب ألبوم الصور بتاعه وبتتفرج عليه بس ابن حضرتك جهب وصل هتجيب ألبوم الصور وابنك موجود بإركن الألبوم دلوقتي الحقيقة وصلت اتنتع بابنك فكأن يحنى المعمدين بيقول إيه خلاص إركنوا الألبوم الحقيقة وصلت فين الحقيقة دي؟ أهو فقال مرتين المرة الأولى وهم فاهمين قال هو إذا حمل الله إيه عملوا حيرفق خطية العالم اليوم الثاني قال عبارة يعني جزء من العبارة للتلاميذ قال هو إذا حمل الله ده يتكلم عن شخصه فالعبارة الأولى بتتكلم عن عمله حيرفق خطية العالم مسوف يرفق خطية العالم أو مسرفع خطية العالم لا هو الآن بيرفق خطية العالم زي رب يسوى المسيح يخلصنا من كل تجربة أو شر فدي عملية دائمة بيخلص بيرفق خطية العالم ومن حيث شخصه هو حمل الله يعني حمل الله الله يجعله الله يرى لنفسه اهو اللي ربنا بعته اللي يكفي مطاليب الله اللي بعته ربنا اللي بعته من غير عيب اللي اختاره ربنا اللي يشبع قلبه اللي يجد فيه كل مصرات اهو وصل وصل وهو شاور الراجل المحترم وقال روح وراه رجل صار قدامي لانه كان قبلي فهو ازليته كان قبلي لكن في الزمان جاء بعدي ويجب ان تكون له المكانة اللي افضل مني وقال عبارة يعني برضو الناس بتفتكرها انا بتتكلم عن اتضاع يوحنة لكن ليها معنى قال انا مقدرش انحاني لأحل سيور حزاؤه مقدرش اخلعه نعله دي اشارة الى شريعة في العهد القديم اسمها شريعة الفكاك او الفداء لو القريب الاول الولي الاول مش هيقوم بواجب الولي تجاه ارمالة الميت القريب لازم القريب فهي تخلعه نعله نعله وكده قال لا ده جاه محدش يقدر يخلعه نعله ده جاه اللي حيفدي اهو جاه اللي محدش يقدر يوطي ويخلعه نعله الفدي جاه طيب رح ناخد مكالمة معنا الاخت نهال اهلا وسهلا اخت نهال انت معنا على الهوى سلام ونعمة يا حضرة الاسيس نزار برحب بحضرتك وبالدكتور فايز وشكرا جزيلا من القلب على كل كلمة وكل تعليم وكل تفسير قدمتهن بخصوص موضوع الزبيحة والاسبتات والبراهين ان كل زبائح العهد القديم كانت رمزا واضحا للرب يسوع المسيح الذي قدم نفسه زبيحة ده رائع جدا وانا باتفق معاكم كمشاهدة مسيحية مليون في المية لكن معلش سامحوني انا كنت بتكلم مع صديقتي المسلمة اللي بحبها جدا وتقريبا قلت لها نفس الكلام ده فكان ردها عبارة عن تساؤلات ارجو ان حضراتكم تجاوضوا عليها فانا هتكلم بالسانها وهتقمش شخصيتها اولا لو كانت الزبيحة هي همة جدا لموضوع الخلاص وانا مقتنع بان الله عز وجل قال في كتابه الكريم فديناه بزبح عظيم لكن انا كمان في ديني لا اقبل ان يسوع كما تقولون هو الله الظاهر في الجسد انه يموت زبيحة يعني يموت هلالله يا موت يا عالم وكمان لو انا قدمت هقدم زبيحة حيوانية مثل الخرفان في عيد الاضحى وكده اكون تممت ما اوصاني بيديني فهل انا كده في خطر حسب كلامكم وهلالله اساسا بيصرب الدماء هل هو اله سادي ثانيا واخر حاجة لو الموضوع هام وخطير جدا كما تزعمون انا هتطفق ما حضراتكم بس الله سبحانه وتعالى المسلمين زي المسيحيين بالنسباله لانه لا يميز بين عباده طب ليه قالكم انتم في كتابكم المقدس هذا الموضوع ولم يذكره في كتابي الذي اعتبره ايضا من عند الله بل انه يتهمني باني كفرة ومشركة بالله لو انا اعترفت بالزبيحة بالفكر اللي حضراتكم قلته عليه اهاز عدل من عند الله ومن فضلكم فسرولي والرب يبارككم ربنا يبالكك اخت نهال سؤال كتير كتير حلو يعني فهمت السؤال نعم الله بيطالب بزبيح والزبيحة لا يكفي ان تكون حيوانا لان الحيوان لا يمكن انه يبدي انسان والزبح العظيم الكلمة عظيم لا يمكن تنطبق على زبيحة حيوانية لان الكلمة العظمة دي صفة من صفات الله واحدة من اسماء الله واحدة من اسماء الله فالله بيطالب بزبيحة وهو في نعمته حيقدم الزبيحة وشروط الزبيحة متوفرة في المسيح وهو مش بيطالب الانسان يقدمها هو اللي حيقدمها وكل اللي مطلوب مني انه اؤمن بكفاية هذه الزبيحة ايه الصعوبة في الامر مطلوب ايه عشان اقول يا رب انت مدت من اجلي ايه الصعوبة بالعكس انا اشعر بالجميل والعرفان والشكر انه فيه شخص اخذ مكاني وعقابي وبماك بديل عني وكفر عن خطياتي ايه الصعوبة ايه المطلوب من الانسان عشان يؤمن بالمسيح مخلصا وفاديا ادفع فلوس اسيب اهلي اسيب ديني اعمليه مش مطلوب اي حاجة مطلوب اؤمن بكفاية الشخص المسيح وانا بصراحة بصراحة اتحدى اتحدى ان اي شخص يقعد في محضر الله يكون فير ويعني بيدور على الرب مش بيجادل او بيناقش او ليش عجان ده يقعد في محضر رباني ويقول له الكلام ده يدقو العقل الكلام ده يتطفق انت يا عالي يا كبير تقبل اللي بيقوله الله ان الله يجي يتجسد ويموت انت ده صحيح وكل واحد يسأل رباني الفكرة كبيرة الطريق رأسه مرباني بس الفكرة فوق هو من امتى امور الله يمكن ادراكها بعقل محدود انا بقبلها بالايمان وبعد ما اقبلها بالايمان باكتشف انها عين العقل عين العقل الزبيحة شروطها كذا كذا منطقية على فكرة انا مش غير منطقية منطقية جدا تمام ولكن كوني لا افهمها هذا لا يناقد يعني انا محدود ولكن هذا لا يناقد الله لانه فوق العقل بالايمان نفهم الايمان ان انا نصدق رباني لكن لما اقمن بكلام الله واجيله هتشف ان ده عين العقل منطقي جدا كيف يفل بحدود بخطيئة غير محدودة احنا عايزين شخص له طبيعة غير محدودة وقيمة غير محدودة عشان يقوم بعمل يرضى الله وتكون له نتائق غير محدودة تكفي العالم كله ايه البديل عن اللي بتقدمه المسيحية قولونا البديل هو ما فيش بديل بصراحة لانه الله ما عندهش دين عنده طريق واحد وهذا ما دائما نتكلم عنه من خلال هذه الحلقة مع كل احترامي ومع كل محبتي يعني حتى التلاميذ يعني بطرس لم يفهم قصد يسوع من الصليب حاول يمنع المسيح من الصلب المسيح ما قال له انت مش فاهم علي يا بطرس هو أصله لا 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 اذهب عني يا شيطان حتى في وسطان جاتسماني بطرس لم يدرك تلميذي عمواس كنا نرجو انه مزمع ان يفدي اسرائيل فابتدى الرب يسوع مع انه يعني امامهم قام بالجسد ولكن ابتدى يشرح من الكتاب المقدس من التناخ من التوراة من الانبياء من المزامير ده التقسيم في العهد القديم فكل الكتاب مثل ما ذكرنا سواء قبل الأزل وفي الزمن وعبر كل الزمن من خلال الانبياء العديدون كله بركز على موضوع الذبيحة وحتى في العهد الجديد لما الملاك كلم مريم ويوسف كمان يدعى اسمه يسوع يشوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وحتى يعني النبوات عند ميلاد المسيح من سمعان الشيخ من زكريا من وهكذا يعني بتشوف انه يعني كله بتتسل المسيح رموز نبوات يعني كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع من الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بالتمر الكثير يعني مرة تلو الأخرى وكيف يستطيع دم تيوس وعجول أنه يرفع أصار خطيئة ما ينفعش فإذن إحنا يعني دخلنا من الأزل إلى الزمن في العهد القديم سواء من آدم لعصر الآباء لموسى والدبايح وانتقلنا للعهد الجديد لكن الكتاب يقول عن يسوع المسيح المسيح فصحنا إذن فلنعيد إذا ممكن بس توضحني لأنه نسمعنا في العهد القديم في العهد الجديد بيتكلم أن يسوع هو فعليا هو خروف الفصح كان الفصح خروف الفصح بيتدبح في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول بين العشاءين وفي نفس الوقت يبتدي عيد تاني اسمه عيد الفطير ده كانوا ينزعوا أو يعزلوا الخمير من البيوت الخمير بيتكلم عن أي نوع من أنواع الشر يأكلوا فطير والفطير بيتكلم عن حياة القداسة فنتيجة موت المسيح ليس أقل من حياة القداسة التي تتطفق مع حياة الذين مات المسيح من أجلهم فهنا بيطبق الرسول بوليس الكلام ده على الفصح وعيد الفطير فبيقول أن فصحنا المسيح الفصح الحقيقي مات من أجلنا عشان يفدينا اللي افتدوا بدم الحمل ليس أقل من حياة الفطير أو حياة ده في الرمز يعني أو ليس أقل من حياة القداسة الكاملة في كل سيرة كيف يتطفق لناس يدفع فيهم دم غالي أنهم يعيشوا زي باقي الناس ده عيد الفطير كان أسبوع كامل ما فيه الشر وفيه حاجات حلوة كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير لأن اللي مات المسيح من أجله وقامل بكده بيسكن فيه الروح القادس ويقول ليه طبيعة إلهية يقدر ما يعملش الشر ويعمل كل حاجة حلوة المسيح بيدينا طبيعة فالتعبير اللي فيه رسالة كرونسوس النسيح مات من أجلكم يبقى عيشوا حياة مقدسة سامية طهرة برجع كمان مرة أنا عشان بحاول أكرر على أساس يعني أنه ترسخ المعلومة فإذا موضوع الذبيحة كانت في فكر الله قبل ما يخلق الأزل من الأزل تمام وبعدين دخلنا الزمن نقرأ أنه الله بيخذ المبادرة نفسه تمام بموضوع الذبيحة مع آدم تمام وبعدين نشوف أنه الإشي يعني يتورث وتعلموا أنه هبيل ونوح وبعدين نشوف إبراهيم فكرة الذبيحة كان بيقدم ذبيحة بعدين وصلنا للشريعة العهد مع موسى والشريعة أنه ابتدأ بخروف الفصح وبعدين الرب تكلم عن ذبائح متعددة أربع دبائح منهم اللي هي الدبائح الدموية مثل ما ذكرنا المحرقة ذبيحة الخطيئة والإثم والسلامة وبعدين فيه دبيحة الدقيق كلها بتتناغم وتتناسق مع بعض وهذا هو كل العهد القديم كان يتطلع إلى الذبيح الأعظم والفادي يسوع المسيح في العهد جديد ابتدنا من الملاك لمريم ليحنى المعمدان لسمعان الشيخ لحنة لزكريا إلى آخر ليحنى المعمدان يعني كله عم بيتكلم عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله المسيح شفنا عملية الصلب صلب المسيح فبالرسائل عم بيشرح الهدف والغرض من الذبيحة البدلية الكفارية طبعا بكل أنواعها بركز على يسوع المسيح لكن الكتاب ما بينتهون لا ما بينتهيش بس عايزة أضيف حتة صغيرة رسالة الأبرانيين بتقول لنا كل الرموز بتاعة العهد القديم تمت في المسيح فكل اللي بتقولته بتقوله ده الحقيقة دي الزلال الحقيقة الجسد يعني احنا كنا شايفين الضل الضل ده ليه ففيه جسد حقيقة المسيح جيه خلاص تعرف أخفايز يعني فكرة الخروف يعني فلان خروف يعني الضعف أول إلى آخرين بيحبوا الأسماء عندنا العرب بيحب الأسماء بيسموا أسد فهد نمر بيسموا أسماء اللي فيها العظم والقوة ما حدا عند العرب بيسمي مثلا خروف ولكن الكتاب المقدس بيتكلم عن الخروف والحاجة المزهلة إنه شفنا من الأزل إذا بدنا نطلع نرجع لخارج الزمن اللي هو السماء بيتكلم عن خروف مذبوح مذبوح في السماء يعني وضح لنا هذه الفكرة سفر الرؤية تمانية وعشرين مرة يذكر على المسيح مش زلام الخروف زأرنيون الحمل الصغير لأن كلمة الحمل أو الخروف في الكتاب إحنا بناخد بنفسر بخلفياتنا الثقافية ولغة فالخروف واحد كده يعني ملوش قيمة إنما بلغة الكتاب إحنا اللي حكمنا كلمة الله ما دلائل هذه الصفة الحمل أو الخروف نمرى واحد الوداع نمرى اتنين الطهارة نمرى تلاتة الخضوع نمرى أربعة الطاعة ومش بس كده مش طاعة خرافة تسمع صوت وأنا أعرف وهافة تتبعني مش خنوع يعني كشات انتصاق إلى الزبح وكانها جسامتها أمام جزيها لم يفتح فيه وبيقولوا الخروف لما يجي الدبح بيقدم بيقدم رقابته وتبقى عيونه دمعة لكن صامت إنما الخروف زي ما قال أحد الأفاضل قال الخروف خضوع وطعطه مش خنوع وضعف لا ده قوة ليه يعني الأطباء يعرفوا أن الفاتس الدهن ده مصدر الطاقة فيه الإنسان والحيوان وأكتر قيمة لأفخر أنواع الدهون الدهون اللي في اللية الخروف الكيلو جرام الكالوريز بير كيلو جرام بودي ويت في الدهن بتاع الخروف نسبة عالية جدا جدا يعني إيه المعنى المعنى إن طاعة المسيح وخضوعه ما كانش خنوع وضعف لا ده قوة جبارة دوافع قوية من داخله خليته يروح في المحاكمة قال لبلاطوس لم يكن لك علي سلطان البت إن لم تكن قد أعطيتها من فوق ليه سلطان أنا ضعها ليه سلطان أن أخدها ولكن الشيء المزهل السماء اللي هي النصر النهائي اللي بنتكلم عنها في السماء برضو بيصف 24 مرة ذكر 28 مرة 20 مرة كلمة الخروف لأنه ده قوص قزح بالنسبة لنا لما كانت تتشر الضباب والسحاب يخاف نوح يا وقع مش فيتا هو حيضع بعطفان تاني لأ فالرب ينشر له يه قوص قزح عشان يتطمن إحنا في السماء هو ربنا صحيح جابنا هنا مش حيندا منه جابنا هنا لأ ليه مش قوص قزح بقى رأيته خروفا قائما كأنه وندد مش سكارد يعني هنا الكلمة مش سكار يعني أنا بقى الجرح فما كان الجرح بقى فيه نطبة أو سكار لأ مش سكار وندد يعني كأنه زوبي حا تون فالجرح حيبضل في إيديه وفي جنبه ليه كده عشان أبص أقول ليه آه ده جابني هنا على حساب دمه ده الدفع دم غالي عشان أجي هنا خلينا أخد مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال أنت معا على الهواء أخ نزار سلام نعمة المسيح معكم أضيفك الكريمة دكتور فايس الله يباك اللي وضحتمه الرب يبارك طبعا كل العهد القديم يشير إلى الذبيحة اللي هو الرب يسوع المسيح والوحي الإلهي في الكتاب المخدس يقول بدون سفق دم لا تحصل مغفرة إحنا منتهيين من هذا يعني مؤمنين بهذا دم المسيح هو اللي يكفر عن الخطايا لكن الأخوة المسلمين مع كل محبتنا وإقترامنا يقولون دائما في عيد الأضحى فديناهم بذبح عظيم ويكون الذبيح الحيوان طبعا يجب أن يكون بدون عيب طيب أنا سؤالي هل الذبيح هل الخروف أو بقرة أو أي ذبيح يستطيع أن يكفر عن خطية الإنسان هو منه الأعظم هو الحيوان أعظم من الإنسان وهل يستطيع الإنسان اللي هو غارق بالخطية مثل ما ذكر الدكتور فائز يقدر أن يكفر عن الإنسان اللي هو أيضا خاطئ وغرقان يعني هل غرقان واحد يغرق يقدر أن ينقذ غريق آخر لا طبعا فهو الرب يسوع المسيح الوحيد هو ما عمله على الصليب هو يكفر عن الخطايا العالم كله دمه الكريم اللي سفكه على الصليب وإحنا نصلي من أجل أنه الرب يفتح قلوبهم وينمس قلوبهم ويفتح ذلك أنه يعرفون ما معنا وفديناهم بذبح عظيم ويأتون إلى المسيح ويؤمنون بعمله الكفاري على الصليب شكرا أخي ربنا يباركك شكرا كتير يعني هي سألت بس جاوبت في نفس الوقت وطبعا أنت جاوبت إحنا معانا يمكن بقيتين مش متأكد بس إذا ممكن نلم الموضوع يعني من الأزل للسماء موضوع الذبيحة الخطايا دخلت الله لم يفاجأ بشي وكان مجهز العمل اللي على أساسه مش ترفع أثار الخطايا لكن كمان الرب بهذا العمل اللي حيعمله ابنه الله يتمجد الموضوع الله يتمجد ماذا يعني الله يتمجد يعني مشكلة الإنسان تتحل لكن الله يتمجد يعني تظهر صفات الله متلقلقة متناصقة ما فيه صفة تضغي على صفة يعني يظهر لنا يتبرهننا أن الله رحيم وغفور وطيب وحنين بس كمان قدوس وعادل وطاهر والصفات دي تتلقلق إزاي يقول مع السلامة غفر تلك طب صفاتك العدلة طب برك طب عدلك طب قدستك عايزين عمل بيه يصير الله بارا وهو يبر الفجر فجيه شخص هو المسيح المتجسد قال أنا هحل المشكلة تحلت المشكلة ودلوقتي كل صفات الله متلقلقة متناصقة وقال هذا الكلام على الصليب قد تم خلاص مفيش يعني خلاص تاني مفيش عمل تاني مفيش صليب تاني وضح الكاتب للعبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني زي ما قال أدور في السفير اليهودي اللي عارف الرب بسؤال المسيح قال الكلام في ابنه معناها الكلام اللي مفيش بعضه كلام يعني الموضوع لما الله يكلمنا في ابنه يبقى مفيش كلام تاني لأن لو الرب عايز يبعث رسالة دينونة أو غضب ملك ينفع النبي ينفع لما لما الله يبعث ابنه يبقى الموضوع أنه جاي برسالة يونيك فريدة خلاص ابنه جاي يعمل ايه جاي يعمل ايه ابنه لما الله يبعث ابنه جاي ايه المعنى يمجد الله ويصنع خلاصا للإنسان صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا دي واحدة من أمجاده نعم في رسالة العرنين واحدة من أمجاده الذي وهو بهاء مجد الله ورسمي جوهير ووو لكن صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا دي حاجة تمجد النسيح يعني أنا بعتذر أخفايز موضوع طويل كبير كده وحاولنا نغطي بحلقة واحدة ولكن نشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك وإن شاء الله بتزورنا مرة تانية في الستوديو معنا في برنامج لياك النور شكرا جزيلا أحبائي سمعتوا الرسالة يعني غرض الله وعمله كان من خلال الذبيحة واستحالي يعني دم تيوس وعجول استحالي مستحيل أنه تكفر خطايا إنسان فإبن الإنسان جاء الإنسان الكامل حتى يكون الولي حتى يكون الفادي مش بس يكفر عن كل خطايا البشرية ولكن يرد الله ويوفي المطالب والعدالة الإلهية وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في اللي جمعها يحنى المعمدان بجملة واحدة هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كأنه وضع كل خطايا العالم ماضي حاضر مستقبل في خطية في جسد يسوع المسيح اللي أخذ كل شيء في جسده بديل عنك عقابك وحتى يعطيك بره ويعطيك بركته أيضا بصلي من كل قلب أنك تيجي لحمل الله المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح له كل المجد أمين أمين اشتركوا في القناة